واطحل القصها ديادات ضدها رفقة فارق الرشاق العالمي توضحت واطحل عرفنا المصار ديادات ضدها وش غدي كمروفقة فارق الرشاق العالمي ولا‌لا فتصور ما لكن تسيدها دا افضل هذه المشاكل اللي كنت يعيشها بنوفقة الإدارة دي الفارق الرشاق العالمي لأن اصلاّت سيدها دا افضل الفارق تقريبا 320 مليون سنتيم وستي شكل integral العروض الكبيرة اللي كان قيت لق Era في هذه الانتقالات الصيفية واللي وصلت تقريبا حتى المليار فهاتسيدة في الأخير سيستقراجه نص مع فريق الرجال العالمي لأنها تسيدة في درد العروض الكبيرة اللي كان يتلقها واللي هو أسطى كما قلت لكم الواحد صالير الأخرى في شهري فهاتسيدة مباشرة من اللي سيأخذ جميع المستحقات المالية ديله فهو سيضرب العروض دهر الحائر لأنها تسيدة في الأخير فالضل باش يكمل رفقة فريق الرجال العالمي أما من ناحية السبب لاش يسير بوزوقه بغي يكمل رفقة فريق الرجال العالمي فهد الموسمة دم شارك في دورة أبطال إفريقيا وتاني حاجة الفريق مواجهة على جميع الجبهات وهذه بحدثة تكون واحد نقطة الإيجابية على يوسير بوزوق وزيد عاتني هو شخصيا كي يشوف باللي فهد الموسمة دبعت تتوجيه لبتنائية رفقة فريق الرجال العالمي فالقيمة السويقية ديور تفعت من 900 ألف دولار المليون و 400 ألف دولار وزيدة في القيمة السويقية فاللي خلته تشهر بزاق وزيد عاتي يوسير بوزوقه بعد ما شفت شي كامل تزيد رفقة فريق الرجال العالمي فهو ما بغاش يغادر الفريق لسببين السبب الأول لأن جميع العرض لتلقى فهد الانتقالات الصيفية بيوم من فروق ضعيفة واحد شوية في الدور السعودي ودفور قدوم من نفسهم على البطولة الأولو يعني من تلع عارف يوسير بوزوقه فهو في حالة الانتقال يوم من فريق الرجال العالمي فهو ما غاديش يكون منافس على البطولة بل بالعك فهو غادي كلها فقط مع فريق متوسط أما في حالة الاستمارة دلو رفقة فريق الرجال العالمي فهو عارف مزين أول حاجة غادي يكون نفس على دورة أبطال إفريقيا وفي حالة الوصول دلو مباراة نصف نائية ولمباراة نهائية فني القيمة السويق دلو غدد بزاف وثاني حاجة فعرض ينتقل فروق متوسط في الدور السعودي فهو يمكن ينتقل أفضل فروق لإماراتية وللسعودية يعني من تل يوسري بوزوك يشوف المستقبل لرفقة فريق الرجال العالمي واحد المستقبل المزهر وما فيها بس يزيد يضحب واحد الموسم كامل رفقة فريق الرجال العالمي ويقدم فيها شي موسم اللي أسطوري بكل المقاييس أمر غدد ذات شعبية ديلو الوحد درجة الكبيرة بزاف أمر عارفين في نفس الوقت ينتقل شي فريق اللي كبير في الدور السعودي ولا في الدور الإماراتي ولا في الدور القطري وبالنسبة لشخصية الخطوة اللي اخدها يوسري بوزوك فهي واحد الخطوة اللي إيجابية وإيجابية جدا وغيرت نعاكس عليه إيجابيا إن شاء الله مرحباً ستركوا في الفيديو وابتركوا في مونتراتوا وعطوني راديكم في استمرار يوسري بوزوك ورفقة فريق الرجال العالمي ويلافتي كلماتكم حافظ وطلع